اعلن سعادة الدكتور محمد بن بارك جمعة وزير التربية والتعليم ان عدد الترشيحات لجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في دورتها الرابعة عشر للعام الفين واثنين وعشرين بلغ خمسة وتسعين ترشيحا من ست وخمسين دولة بعد غلق باب الترشح للمشاركة في الثالث من فبراير الماضي وذلك تأكيدا على القيمة الدولية الكبيرة لهذه الجائزة التي تفضل باطلاقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتبنتها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المشاركة الفاعلة والمستمرة من مختلف دول العالم لنعيل جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم هو دليل على أهميتها وقيمتها النبيلة الهدفة لدفع عجلة التنمية المستدامة الجائزة تمنح منذ أن تم تدشينها في تعاون بنائم بين مملكة البحرين والأمم المتحدة عام 2005 بهدف مكافأة المشاريع والأنشطة التي ترسخ مفهوم التعليم في متناول الجميع عبر استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم وتشجيع المبادرات العلمية المبتكرة وإبراز الأعمال والمشروعات الرائدة في العالم لتكون نموذجا يحتذا به ولتحقيق الاستفادة المتبادلة من هذه الأعمال بما يؤدي إلى أرساء القيم الإنسانية التي ترسخ التفاعل البناء والتعايش بين الشعوب والأمم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم تجسد التفاعل الوثيق والتعاون الخلق بين مملكة البحرين واليونسكو كما تؤكد ما حققته المملكة من مكانة متميزة في توفير التعليم للجميع والارتقاء بجودته وحرص المملكة على نشر القيم السامية التي تسعى اليونسكو إلى إرسائها واهتمامها البالغ بدعم التعليم وإيصاله إلى الجميع بأحدث الطرق وأفضلها